قمت من النوم النهاردة لقيت ماما بتقول لي انا واختي جايين اتغدى عندك النهاردة قلت لها اتنوره سرقت محفظة جوزي ونزلت على تحت على طول جبت بقى الحلوة كله ما خلتش في نفسي حاجة تعالوا بقى اما وريكم جبت بقى رزه وجبت زيت وجبت تلت صنفة كعنب وموز وبرقوق وجبت كمان جمباري وكابوريا وسمك وهنا بقى كنت خلاص دخلت على المطبق عشان ابتدي بقى ان انا جاهز كل اللي وراي طبعا بقى غسلت الكابوريا حلوة او بفرشة السنين وغسلت الجمباري برضو كويس اوي عشان لو في رملة او اي حاجة تنزل كده ويبقى نضيف كده وزي الفل ما انا مش اي حد جاي تغد عندي دمي واختي برضو امك ثم امك ثم امك يعني ربنا اقيل كده في الكرآن فلازم كده توصى بيها جهزت بقى كده كل حاجة بدأت اجهز بقى الخلطة بتاعت الجمباري والكابوريا والخلطة كده كده اللي بتتعمل للجمباري هي هي اللي هتتحطي للكابوريا خرطت بقى طماطم وخرطت بصل وخرطت لامون وجهزت كده البهارات جنب مني وطبعا زي ما انتم ما شفتوا في اول الفيديو ده ربط التوم في الكابة لازم توم بس كده ابتديت بقى كده ان انا بقى اخسل الحاجة كده بقى على نظافة وخرطها ما انا قلتلكم بقى جمي اختي فلازم اخسل الحاجة كده ايه على نظافة على نظافة كسلت كله وخرطت كله ترانشوت انا ما بحبش اخرطهم آآ قرط صغيرة بحب ان انا اعملها كده ترانشوت كده كده النكهة هتوصل للحاجة بس كده خرت يا بيت خرت وهنا بقى ايه عايز اقول لكم بقى اعمل الاكل بحميس ومحمد بقى شايفة كده قاعد في القدى مغلول كده ومفروس مني بس انا ما يشغلنيش خرطت كمان الكرفس وبعد ما خرطت الكرفس بدأت بقى رص كده الكابوريا كده في السنية وبدأت بقى ان انا ايه انزل بالجنبري في السنية التانية بس كده ابتديت بقى ان انا رص لهم بقى الحاجات اللي انا خرطتها اللي هي الطماطم والفلفل والكزبرة بقى والحاجات دي كل الحاجات اللي انا خرطتها معاكم الطماطم والبصل واللمون بدأت اعمل بعد كده رحت نزلت بالبهارات وبعد كده نزلت بالمية زي كبية مية هنا وكوبية مية هنا ولو قصت هبقى زود وشغلت عليهم النار وعايز اقول لكم بقى يتاكلوا كده نيين من جمالهم قردت بقى هنا بقى ايه قلت خرد بصل عشان اعمل بقى الرز الصيادية طبعا انا مش هشغل عيون البوتاجاز كلها عشان ننجز نفسي عشان ما ما قلت لنا خلاص ايه نص ساعة وابقى عندك فانا بقى ايه عايز انجز نفسي خردت بقى هنا البصل وكله طبعا في الكب عشان انا ما عنديش وقت خرد على ايدي كنت بقى حطة الحل على النار عشان اعمل الرز وبعد بقى ما عملت الحل بعد ما ضربت قصدي البصل بدأت بقى ان انا افتح كده ازاست الزيت ازاست الزيت دي لست جايبها جديدة ها لست جايبها جديدة دفع فيها دم قلبي بس تكله هون عشان خطر امي واختي نزلت بقى بالبصل وعدت كده بقى اشوح فيه طبعا انا مش عايزة كده دلوقتي انا عايزة ايه يعني يتحارق شبه ان هو يبقى محروق عشان الرز دي يبقى جامع وبنجز نفسي على قدم وبقدر بصه كل حاجة على عين السمك انا كده كده جايبها مشوي فمش هعمل اي حاجة آآ قلت بقى خررت السلطة تماطم وخيار عايزة اقول لكم كل حاجة على عين عشان ننجز نفسي هنا بقى كان الرز كان خلاص البصلة بتاعته كانت اتحارقت خلاص بدأت بقى ان انا نزل بالمية ونزلت بالرز ونزلت بكل حاجة قلت بقى اشتف الفكهة وبعد ما جيت بقى اشتف الفكهة ركنتها كده على جنب وروحت بقى ايه زي ما انتم شفتوا كده قلبت الرز تقليبة حلوة قوي وروحت جاية مغطية وصايبة جاهزت بقى السلطة هما هنا كانوا خلاص كانوا جم نزلت بقى بالملح ونزلت بقى باللمون هما بيحبوا عليها بقى لمون كتير قعدت بقى عصر كده زي ما انتم شفتوا بتجايبة بخمسة جيني لمون عصرت كله على سلطة وحية عينيكم كله هنا عشان خطر امي اختي بس كده وقعدت بقى اقلب كده تقريبة حلوة قوي بس كده هروح بقى اجيب الحاجة عشان اغرف لميت بقى كده كل حاجة ورايا وبقيت اخسل الموعين كده ورايا اول بول عشان ما عملشو حوسة واتعبهم واخليهم يقوموا وعملوا حاجة هما جايين مع زميم مش جايين عشان اتعبهم طبعا السمكة البورية الواحدة دي دي بتاعت محمد عشان محمد ما بيكلش بلتي احنا بقى هناكل البلتي فانا طلعت السمكة البلتي حطوه في الطبق التاني بصوا ما شاء الله جايبة كمان كبير مش مسترخصة مش مسترخصة مش مسترخصة باين الصرف والتكلفة ولا مش باين اكيد باين وده شكل الاكل النهائي وعايز اقول لكم الريحة كانت جايبة اخر الشارع